يمكن في أول الحلقة كنت بكلم مع حضراتكم عن ده حال الناس وأسئلة الناس لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي وحالة الحوار الدائم بين سيد رئيس عبدالفتاح السيسي والمواطنين في أي مكان الرئيس بيكون موجود فيه في افتتاحات في كرة حياة كريمة بيكون حريص على أنه يستمع للناس ويكون حريص أنه يعرف احتياجات الناس لأنه أعتقد أنه ده بيحدث فارق في صناعة بيفتح النفس لأنه بنشوف أنه الناس بتاخد حقوقها اللي المفروض كانت تكون موجودة من سنين كتير فاتت وبعدين شفنا الحوار الوطني والمؤتمر الشباب يعني كان بيمثل حمار وطني آخر زي ما كنت بقول لحضراتكم هنتكلم بشيء من التفصيل عن اليوم النهاردة وعن أهم الرسائل اللي كانت موجودة داخل اليوم مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية مساء الخير على حضرتك أهلا وسهلا أهم حضرتك يمكن من أبرز الرسائل اللي أنا شفتها من سيدة رئيس النهاردة هي مسألة التكاتف ما بين المواطنين والدولة ما بين كل الأحزاب والدولة ويمكن حالة الحوار المجتمعي اللي بالتأكيد كانت إيجابية جدا لصالح كل القضايا الملحة بالنسبة للناس ظهرت النهاردة بشكل كبير داخل المؤتمر الوطني للشباب وحتى بداية اليوم بقرية الأبعدية وحياة كريمة والافستحات اللي تمت في حياة كريمة وحديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع كبار السن داخل دار المسنين مع المزارعين كل دي بتؤكد حرص سيد رئيس دائما على الاستماع للمواطن زي ما حدقت فضلتي وأشارتي لازم نحط عنوان لهذا اليوم وهذا اليوم أتصوره أنه كشف حساب لمصر 30 يونيو كشف حساب كيف تمكنت الإدارة السياسية المصرية الحكيمة بقيادة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي والحكومات المتنوبة أن تستجيب لمطالب النبيلة المطالب البريئة لشعب طالبة بالعيش والحرية والقرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية كشف حساب استعرضت من خلاله مؤسسات الدولة المختلفة كيف استطاعت عبر منابر مختلفة عبر مؤسسات مجتمع مدني عبر الحكومة المسؤولة عن القرارات التنفيذية عبر مجلس النواب المسؤولة عن التشريعات أن تقدم للمجتمع المصري إنجازتها على الأرض في صورة واضحة من المكشفة من الصراحة من الشفافية على مدار اليوم إذا ابتدنا بقرية الأبعدية في محافظة البحيرة وأحد القرى اللي تم إنجاز العمل فيها من خلال المشروع القومي حياة كريمة واللقاءات التي عقدها فخامة رئيس عفتاح السيسي مع مختلف أطياف الشعب المصري والممثلين ليه على مدار زيارته للقرية لازم نتفهم ماذا قدمت هذه المبادرة وغيرها من المبادرات اللي هي ابتدت مبادرة هي ابتدت مبادرة في 2019 إزاي الكلام ده مع العديد من المبادرات الرئاسية الأخرى كانوا كافلين إنهم يمثلوا الضمان الأمن الاجتماعي الأمن المجتمعي لإجراءات اضطرت الدولة المصرية أن تتخذها بصورة هيكلية ومفصلية لإصلاح الهيكل الإداري للدولة وإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة الانتقال إلى الإسكندرية واستعراض الجامعة التكنولوجية ببورج العرب بأقسمها المختلفة يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضية التعليم ما بعد النظامي في المراحل الابتدائية والإعدادية والسنوية وكيف أن الطالب المصري ينبغي أن يكيف نفسه على خيارات عمل المستقبل عمل المستقبل يحتاج إلى نوعية مختلفة من الخريين يراعى فيها المكون الفني والدولة المصرية لما تروح للمكون الفني عبر هذه الجامعة وسبع جامعات أخرى في الطريق للانتهاء منها لازم نتفهم أن الدولة تبحث عن المواطن المصري في المستقبل وكيف له أن يستطيع أن يجد له مكان تنافسي في سوق العمل الذي يتطلب توفر مهارات فنية معينة نوفرها من خلال هذه الإنجازات ويمكن أنا سمعت عبر المداخلات العديدة التي تمت محرك تجربة الدولة الألمانية ألمانيا لم تتقدم إلا بهذا النوع من التوجه والتخصص في التعليم الفني في المرحلة الجامعية